السلام عليكم ازايكو اخباركو ايه اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة وشوية منظمات كمان كل اللي انت بتفكر فيه من مشتريات وطريقة توضيبك للبيت وتنظيمك لكل حاجة سواء طبعا بسيطة او كمان كبيرة هتشوفوها معينا من خلال الفيديو الحلو جدا ده تعالوا كده مع بعض نبدأ فيديو النهاردة بلايكاتكم الحلوة وحمسكم مشترككم معينا ونشوف طبعا كل تنظيمة والترتيبة من دولها تفرق معاك ازاي وشوية منظمات اللي فعلا بتغير لك الشكل الجمالي في البيت كلنا اكيد برضو في نفس الوقت بندور على المنتجات والخمات اللي بتوفر لك في الوقت وبالجهد وشكل البيت اكيد يكون اروع بالنصدارك وشوية منظمات والافكار اللي ازاي دي مجربة بنشوفها بالفعل بتساهل عليك تفاصيل كتيرة جدا ازاي تكوني منظمة ازاي كمان تكوني قد المسئولية شكل البيت يكون اروع بعيدا طبعا كده بقى عن جو الفوضى والكركبة شوية منظمات اللي احنا بنشوفها دي بتخلي جودة البيت احسن كمان استخدامك لكل حاجة ازاي تحفظي على جوات القربقية بتاعتك استغلالك للبيت والمساحات اللي موجودة عندك شكل والستايل العام لكل حاجة بيفرق جدا وطبعا شوية الاضاءات واللمسات البسيطة اللي انت بتحطيها بتغير لك كمان في جو كل حاجة تعالوا مساء دلوقتي هنا مع بعض كده نشوف بقى السرير اللي قدامنا طيق كمان رصه وتغيره وفرش كمان كده كفر حلوة على السرير اظن شكل المكان بيفرق جدا وشوية المنظمات البسيطة اللي زي دي صدقيني بتنفع كل واحدة فينا ممكن طبعا يكون الموبخ بتاعك صغير عايزة تستغلي كل رجل وكل الشبري فيه تعالوا نشوف كمان برضو كده دلوقتي فكرة الجزامة اللي قدامنا دي تخياري كده برضو هتشيل معاك يقدري وتقدري كمان تعملي بيها زي دريسنج صغير جدا عندك في البيت تحطي عليها الشوزاية الشنط ومش حابة الشكل ده فيه شكل تاني زي اللي موجود معانا دلوقتي يعني عمتا افكار كتيرة لو جينا نبص عليها ونشوف طرق الاستخدام كل حاجة من دي هتنفعنا جدا وتحس كمان ان انت قادرة تستغلي كل حاجة حسب ما انت حابة نشوف كمان برضو كده بقى فاكرة البقليات والمنظم اللي قدامنا ده طبعا شوفنا الشكل ده في كميات كبيرة قوي عند كل سيدة وفي كل منزل يمكن تخلنا مع بعض حتى كمان رف التلاجة ده او تقدري كمان تحطيه طبعا في اي رف عندك في المطبخ تستغلي المساحة بتاعته وطبعا بقى العلبة استغيرة بتدخل في علبة اكبر تقدري طبعا بقى تاخدي العلبة دي كلها كده في بواقع الاكل بتاعتك خرج برا البيت حايزة بواقع الاكل تبقى معاك كمية اكل بسيطة تدخل معاك المايكرويف الفرن زي ما شوفنا غسلت الاطباء يعني طريقة استخداماتها كتير قوي وكمان في نفس الوقت النوعية بتاعت البلاستيك بتاعتها من الانواع اللي هي بالفعل جودتها عليها وطبعا حتى المكوى لقدامنا دي فكرتها قد ايه كويسة وتلمي معاكي طبعا بقى اي وبر ممكن يقابلك كمان في اي كنب او غيره تعالوا نشوف مع بعض كمان كده الاستاندايت والمنظمات اللي قدامنا دي فكرتها قد ايه حلوة وعملية وتقدر تستغل بيها اي مساحة موجودة عندك في المطبخ وغيره منظم كمان الشرط اللي قدامنا ده شايفين برضو الفكرة بتاعته كمان جودته كويسة بحيس يشيل معاكي حتى لو الشرط تطئيلة شوية طبعا بقى المنظمات اللي قدامنا دي شفناها باشكال والوان كتيرة لكن سبقيني كل حاجة في مكانها الطبيعي بتفرق جدا جودة التنظيم والترتيب اللي تقدر تستغل بيها كل ركنة عندك في البيت بتفرق قوي كمان في نفس الوقت شوية كده المنظمات دي مش منظمات عادية والسلام صدقيني معظمنا بيستفاد كمان من ممكن فكرة صغيرة ممكن انت تكوني في كل حاجة لكل منظم احنا عرضناه وغيرك ممكن يكون شايف ان معظم المنظمات دي ملهاش اي فايدة ممكن تكون مجرد يقول لكن صدقيني في المجمل العام بنخرج مستفيدين حتى لو فكرة بسيطة من كل فيديو زي ده طبعا بقى كده مجال التنظيم والترتيب ممكن يكون واسع قوي وشوية كمان بقى كده دي كرات اللي انت ممكن تغير بيها شكل البيت تقدر كمان تستغلي كل حاجة حتى فكرة التواقص صغيرة او الكبات اللي زي دي ساعة بتبقى مش عارفة تحطيها فين وشوفنا طبعا المنظم بتاعها منظم البقليات بكل اشكاله والوانه اكيد طبعا ليستخدمات كتيرة جدا وده ما يمنعش كمان ان ما بشرت البطاطس اللي قدامنا دي شفناها برضو بكمية كبيرة اوى وتقدر كمان تتحكمي في الاشكال بقى تبشري الجبن تبشري بقى مقونات الصغيرة بتاعتك يعني في كده الحالات بتقدر يتنظمي وتستغلي كل حاجة حسب ما انت عايزا وطبعا كمان قوالي الافكار والديكورات اللي احنا شايفينها دي فيها بالفعل اللي ممكن يكون مناسب ليا او مناسب لغيري وفينا زي ما قلتلكم ممكن تستفادي فكرة صغيرة قوي ممكن ازاي تجددي وتغيدي في شكل وديكور البيت حتى كمان لو بتصميم صغير هنا كمان برضو كده مثلا فكرة تغيير السراميك بتاع المطبخ اللي معظمنا ساعات ببقى ميل ان هو عايز يعمله طبعا شفنا الفكرة وهو عبارة عن ايه حاجات كده زي ما شفنا فك وتركيب ولز اللي هو الستيكور اللي يمكن شفناه بس طبعا بقى الستيكور ده كان الصراحة جدته عالية شوية وطبعا حتى منوظفات بتاعت الشوزات الفرق كمان واضح بين الشوز الاولاني والتاني الفرق طبعا كبير اوي طبعا بقى كمان هنا كده الستاندر الصغير ده اللي بتقدري تدخليه تحت غسالتك تحت التلاجة عندك بتقدري كمان تنظفي بالفكرة كمان حلوة جدا تعالوا نبصي انا كمان برضو كده بقى على الستاندر اللي انت ممكن تزاودي به الاضاءة في اي مكان عندك في البيت من غير كهرباء كمان وطبعا ممكن معظم اللمبات اللي زي دي تبقى لد او غيره يعني موفرة كمان ولا كهرباء ولا اي حاجة ابدا طبعا بقى دلوقتي شوية بقى الديكورات اللي انت ممكن تجيبيها زي الزرع بقى الصناعي وتحبي بقى تحط كده كم زرعة من دي عندك في البيت ديكورها حلو شكلها استعيلها طبعا كلنا دايما بنميلي الحاجات اللي ممكن تكون جديدة وحديثة ودايما طبعا بنزهق بقى من الحاجات العادية والتقلدية حابين نجدد حابين نغير ومجربة بنشوف طبعا بقى الديكورات والتصميمات الحلوة دي صدقيني كل واحدة فينا وجدة نظرها بتتغير جدا وهنا كمان دلوقتي نفس فكرة الاضاءة اللي انت ممكن تزاوديها في اي ركن عندك في البيت شفناها طبعا دلوقتي اشكال وصور كتيرة وصدقيني حتى كمان بقى القفارات اللي انت ممكن تجيبيها هنا لأي زرع طبيعي موجودة عندك طبعا شايفة بقى دلوقتي كده شكلها عامل ازاي وطريقة كمان تشغيلها وتقدري كمان تعملي فيها نفورة حلوة طبعا بقى ده لو عندك مساحة البيت او في مدخل البيت عندك المكان اللي يسمح لك بحاجة زي دي طبعا شكلها حلو وديكور حلو وحتى منظم كمان برضو الشرنة اللي قلتلكوا عليه من شوية ينفع في الدريسنج او كده تقدري طبعا ان انت تستغليه بفكرة تانية مختلفة خاصة شكلا وجودة ومضمونا وكل حاجة واظن طبعا كده في المجمع العام الشكل اظن مفيش لأجمل ولا أحسن من كده تعالوا كمان دلوقتي هنا كده نزود الإضاءة ونغير في شكل البيت ونعمل تصميم مختلف ونرجع كمان كده نغير في كل حاجة ممكن تقابلنا وصدقيني مع التغيير ده بنقصر حالة الملل اللي ممكن تكون موجودة عند كل واحدة فينا حتى طريق تنظيف البيت ممكن كمان بجهاز زي اللي قدامنا ده بيلم معاكي بقى الوبر وغيره وخصوصا طبعا بالنسبة للسيدات اللي ممكن يكون عندها هوس بتربيت بقى معظم الحيوانات الأيفة عندها في البيت يعني كلها مورد أفكار وصدقيني كل فكرة من دور ممكن تكون أجمل وأحسن من لقبلها شوية بقى كمان كده الورد الطبيعي لو أنت بقى كده من الناس اللي بتحاب الورد الطبيعي جدا وشوية مية زي ما شفنا وتقدري كمان كده تغييري في شكل وسطيلي البيت مع موعد أفكار وتصميمات هيلة جدا دي كلها طبعا مجرد كده زي ما قلتلكم يعني يعتبر مقتطفات شفناها خلال فيديو النهاردة حتى منظم بناطيج جنس بتاعتك فكرته قدية حالوة وعملية جدا وبدأ ما يشيل المكان ده معاكي خمس ست بناطيل ممكن تحط فيه أكتر من عشرين تلاتين واحد بنفس الفكرة والتصميم اللي احنا شفناه يعني أظن يعتبر كده جمعنا لكم النهاردة مجموعة أفكار هيلة حتى كمان المنظفات اللي انت كل واحدة فينا ممكن تكون بتدور عليها وحسن الموضوع صعب بالنسبة لك حتى الجهاز اللي قدامنا ده بتقول لك كل حاجة ممكن تدور عليها هتلاقيها والموضوع بقى سهل وعملي ومش معقد ولا صعب أبدا أتمنى من كل قلبي إن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى أكيد طبعا لايقاتكم الحلوة وحمسكم ومشترككم معي عشان أبهركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر